في تطورات اليوم خرج إعلان للجيش الإسرائيلي عن تدمير ثمانية ثمانين بالمئة من الأنفاق والقضاء على لواء رفح التابع لحركة حماس إعلان متكرر هناك من يرى فيه محاولة للدفع نحو الصفقة على عكس ما يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي المتمسك بالبقاء في فلاديلفيا رغم أن في الجميع أيضا من أبرز أخبار اليوم توالي الاستقالات العسكرية والأمنية داخل إسرائيل فقد نقلت القناة ثانية عشرة الإسرائيلية أن رئيس الأركان الإسرائيلي قرر الاستقال بنهاية ديسمبر المقبل ومن قبله أبلغ قائد الوحدة ثمان آلاف ومائتين في شعبة الاستخبارات العسكرية العميد يوسي شارييل أبلغ رئيس الأركان هرتسي هاليفي باستقالته من منصبه معطرفا بمسؤوليته عن الإخفاقات الاستخباراتية في السابع من أكتوبر الماضي يأتي هذا بينما أنهت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون اليوم مهمة حاملة الطائرات يو اس اس تودور روزفيلت والمدمرة يو اس اس دانيال إنوي في الشرق الأوسط وقررت إعادتهما إلى قاعدتهما وذلك بعد تعزيز واشنطن وجودها العسكري بالمنطقة لحماية إسرائيل من الهجمات الإيرانية المحتملة اشتركوا في القناة